ألا نستطيع من خلال هذا البرنامج أن نبحث عن قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وليس قولا مكفرا منفرا قاتلا ذابحا مبعدا مشردا مقتلا الفاظ إرهابية لها أول وليس لها آخر بينما القرآن يقول قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ألا تكفين هذه الآيات التي تقربنا إلى الرحمن أم يجب أن يكون تأويل وتفويض وتقسيمات ما أنزل الله بها من سلطان أحدثت في الدين وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من أين أتينا بهذا التقسيم ألوهية وربوبية أليس الله واحدا بلى واحد في ذاته فلا يقبل الإنقسام ولا التجزية واحد في صفاته فلا مثل ولا شبيه ولا مثال واحد في أفعاله فلا يحتاج إلى شريك ولا معين ثم إن كان لك تصور بهذا الإله فليكن تصورك لنفسك لا تفرضه على الآخرين بل إذا فرطه على الآخرين ولم يؤمن بما تؤمن به فلا تصل إلى درجة التكفير ابحث عن التفكير والتدبر أرجوك ثم أرجوك ثم أرجوك